14 عاما مرت على فضيحة سجن أبو غريب الشهيرة في بغداد التي كان بطلها جيش الاحتلال الأمريكي ما حدث في سجن أبو غريب لن ينساه علي القيسي أحد المفرج عنهم من غياه بهذا السجن الذي شهد واحدة من انتهاكات الجيش الأمريكي الكثيرة بحق العراقيين من منزله في إحدى المدن الألمانية يعود علي بذاكرته إلى أسوأ كوابيسه التي عاشها في بغداد وبنبرة حزينة يروي بعضا مما واجهه في السجن أول ما يدخل الشخص يربطون على باب الحديد مشبك باب الزنزانة يعني يستخدمون عملية الصعق بالكهرباء والتبول عليه وإدخال البندقية في فوهة البندقية في مناطق حساسة بالجسام وعصر مكنسة هذه عصر مكنسة مكسورة والكسور يعني تنكسر عصر مكنسة إدخالها في مكان يعني حساس بالجسام يسبب أحيانا نزيف الاعتداء بالضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب ممارسات قال علي إن آثارها لن تزول من ذاكرته رغم تعافي جسده من آثار التعذيب عدسات الكاميرا اتجهت إلى قضاء أبو غريب غربي بغداد لتلتقي عماد اللامي النزيل الآخر في سجن القضاء رواية عماد لا تختلف عن رواية زميله علي إلا في تفاصيل بسيطة تخص عملية اعتقاله وتعذيبه اليوم وبعد خمسة عشر عاما على الاحتلال الأمريكي أدرك عماد اللامي حقيقة لا يختلف عليها اثنان في العراق الجديد كيفني قلنا نحن نصير العراق راح النظام هذا كان ظالم كان ظالم وهي صح نصير يعني نملك الخير بعد وكل واحد عنده سيارة وبيت وتوفر لأنه شغل حال نحال الدول العربية الزينة أو الغربية نفس الوقت أصبح بالعكس أصلا هم يعني أشرار جونة قتله للإسلام أو للناس أو للعالمين كلها أخطبوط العالم أمريكي